حاجة مهمة جدا 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 شركة استادات لايف شركة استادات القاب برئاسة سيف الوزيري اللي مع فلوس كتير كنت كل شوية عمال اقول معال فلوس كتير هو يقول لصحابه ايه هو يبصو دي بالكلام ده يا عم سيف برضو ما احنا بتوع صحافة وشمين ان كان فيه مفاوضات وفيه حكايات اه جابوك من السعودية بس احنا برضو بتوع صحافة ربك كده ببعت لنا اللي يقول خبر خلي بالك ده سيف ده نجمه عالي هيمسك كذا يعمل كذا مهم يعني فالأساس سيف الوزيري رئاس مجلس ادارة شركة استادات القابضة ونائبه محمد مرجان عاملين اجتماع بإذن الله بكرة السبت وهيبحثوا تكريم النادي الاهلي اللي هم رعاة النادي الاهلي ورعاة قناة النادي الاهلي يا استادات لايف ماشي كل ده هيبقى موجود بإذن الله بإذن الله في الاجتماع ده يكرموا الدنيا بحال يكرموا الدنيا بحال شوفوا تكريمي النادي الاهلي يجب أن يتم إزاي وعاوز أتكلم في جزئية مهمة جدا ناس كتيرة جدا عملة تتكلم حول إن محمد مرجان مدير عامل النادي الاهلي ما ينفعش يروح استادات وإن ده بيتعرض ما عمله في النادي الاهلي بص يا سيد فاهمك جزئية مهمة اللي اختار محمد مرجان في شركة استادات نائبة لسيف الوزيري واحد أهلاوي حول واحد بيحب النادي الاهلي واحد عاوزه ييجي يتكلم ما قابلتش أي حد من الصحفيين المصريين ولا قابلت عزمة أي حد إلا الأستاذ فايز عبدالهادي والزمل اللي أنا شفتهم في الأستاذ سلمت عليهم وخلاص ما حبش أحمل أي حد عبد ومن جاء إلينا داعيا لنا على العشاء اختفى وله مني كل العتاب ومش أسيبه وارد أقول اسم بس مش أقول اسمه هنا أقول اسمه هنا لأنه عيب أن يجي يقابلنا ويدعينا ولما تحصل أزمة دي الكاس يختفى إيه يا عام ما تخش تحت السرير لانت راجل لك اسمك وما كانت اسمه مكانة كبيرة يعني عيب يعني عيب مهم وارد ما أقولوش خالص يا بس عيب يعني المهم الله أصلاحهم موجود محمد مرجان في الشركة يعني محمد مرجان كمدير تنفيذي في الناد الأهل هو اللي كان بيفوض استداد ولايف أو هو كان رئيس البرد اللي بيفوض استداد القبضة على رعاية الناد الأهل وأيوك مسؤول تنفيذي مش كمجلس إدار واستداد لايف برضو هو مدير عام الناد لا مش أحمد الطيب أحمد الطيب اللي عزمنا ولا نقبل منه عزونا حد بنحب ما أنا قلتلك بقى خلاص بقى مش هتقول تكتب له أحمد الطيب بتكلم عن حد أنا بحبه يعني في المهم فمرجان النهاردة لما يبقى موجود في استداد ده ده يعني معناها أن النائب موجود في استداد ده معناها أن الأهلي هو اللي في استداد الخطيب هو اللي في استداد سيف الوزيري أهلاه ماشي فأنت بتتكلم في إيه؟ فأقول لك أستدام منصبها يا تعارض إفروا أنه تعارض حد يقول لشركة استداد القبضة لأ ده الدولة عاوزاك عشان عاملة سلسلة سيت كلاب عاوزاك أنت كواحد ناجح فيه الناد الأهلي تعمل هذا القام ألو 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 أعمل محمد تعالي عبد الناصر بس بعمل ليف صغير تعالي سلام فأ فأنت النهاردة اللي عمي لك مر جنبه لاش يروح مش عارف إيه لا اللي عزمني وما جاش المعلق الكبير علي محمد علي وقوله أستاذ أحمد فاهم عشان ريح حسنت عمان تكتبولي كل الأسان وزعلان منه ومش هرد عليه لأنه جي الحد هنا وعزمنا يوم الثلاثة وطبشة فيه تاني يوم بعدين اختاف إيه عم علي في إيه؟ اختافت ليه علي؟ ده إحنا نشرف أي حد إحنا نشرف أي حد نشرف أي حد مهم فمحمد مرجان لو متواجد في الشركة فدي قوة للنادي الآن مثل ما انتقت لايك وشير وصلى على الزين ودعي النفسك والوالدين والغير مثل ما انتقت مهيب عبدالهايد حينما جاء ببعض الضيوف المناخون